السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم الحمد لله ما شاء الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إذن متابعيني ومتابعاتي الفيديو هذا بالأخص للنساء كذلك أيضا قدوا يستعملوه الرجال للطرد السموم من ذات ككل ولكن الهدف من الفيديو هذا اليوم هو للنساء اللي كيبغوا ينقوا الرحم ما بعد الدورة أو عند انتهاء الدورة يستعملوا هذا المشروب أو هذا الوصفة دائما كنجيب وصفات من الطب بالأعشاب الطبيعية وصفة حقيقة زوينة اعتمدوها واحد روتين اللي هو شهري لمدة ثلاثة أيام حتى الخمس أيام بعد انقضاء الدورة فهو كينقي الرحم من جميع بقايا الدم اللي كتبقى من منورة الدورة الشهرية كينقيه بواحد الشكل رهيب الصراحة وبشكل طبيعي مملي وكذلك هذا المشروب هذا أو هذا الوصفة مفيدة للناس أو النساء اللي بغيت يحملوا ويعني كيديروا واحد روتين للحمل فننصحهم يدخلوا هذا الروتين هذا باش يساعدوا على الحمل فهذا المشروب هذا كينقي الرحم وكينشط الدورة الدموية وكيقوي العضلات دي الرحم وكيخلي الدورة الدموية نشطة في الرحم وكذلك النساء اللي عندهم مشكل في السمك يعني السمك ضعيف أو رقة بطانة الرحم لأنه وينك تكون بطانة الرحم رقيقة فهي ما كتساعدش على الحمل وما كتساعدش على انغراس البويضة بشكل طبيعي بعد الإخصاء فإذا هذا المشروب هو مفيد ما شاء الله من كل جوانب للنساء اللي بغيت يحملوك يفكروا يحملوه يستعملوه ورد دورة مدة 3 أيام حتى الخمس أيام بشكل منتظم وبالمقادير اللي غتشوفوها معايا في الفيديو وبالطريقة أيضا اللي غتشوفوها معايا في الفيديو كذلك يفقد لكم يقدوا يستعملوه حتى الرجال يعني النساء بشكل عام الرجال بشكل عام يستعملوه فهو طارد للسموم للجسم كامل وكيعطيه واحد طاقة وكيعطيه واحد تنشيط منشيط لدورة الدموية بصفة عامة للجسم بزاف دي الفوائد فيه للصراحة لمالها من المكونات لهاد الوصفة من مواد اللي مفيدة من بينها فيتامين دي اللي كده يحتوي عليه القرنفل اللي غن تشوفوه معايا أيضا الفوسفور أيضا الفيتامين الأوميغا تخوة ومهم العديد من الأشياء مهم هنا كيف كتشوفوه غنحتاج في المكونات لتر ونصف دي الما معديني غنحتاج سبع ورقات من ورق الصدر غني عن التعريف لما له من إيجابية على الجسم وعلى البيت وعلى ياسر من المسائل وفيهم العناصر مفيدة للجسم كذلك سبع حبات من القرنفل قرنفل كتعرفوه مفيد يعني فيه قاتل للسموم طارد للسموم فيه مواد غني غني بياسر من المواد المفيدة للجسم بينها فيتامين سدي الفوسفور الأوميغا تخوة والعديد العديد من الفيتامينات اللي طب صراحة أكتشفها وأعلن عليها أيضا غنحتاج كيف قلت لكم هنا سبع حبات من القرنفل غنحتاج أيضا ملعقة من لبان الذكر لبان الذكر معروف معروف كي نشط الدورة الدموية كي يقوي العضلات في المكانت كي يعطيه واحد تنشيطه كي يعني يجدد الخلايا كي حارب التجاعيد كي حارب كي يعطي للبشرة واحد النضارة بزاف ديال الأمور في هاد لبان الذكر لبان الذكر للإشارة يعني بين القوسين فهو واحد المادة السمغية كيتخرجها واحد الشجرة إن قالها شجرة اللبان كيتخرج من جدع ديالها وأثناء فين تخرج كتتعرض الهواء كتتصلب وكتعطينا هاد الحوبة يبقى تهدو لهما اللبان الذكر أو علك اللبان الذكر فهو مفيد كيف قلت لكم مفيد العديد من أنواع الحساسيات مفيد للربو الكحة ياسر ياسر من الأمور صراحة زين في هاد لبان الذكر كذلك رطارد للسموم كي ينشط كي يعني يخلي الدورة الدموية أكتف وكي يطرد جميع السموم اللي في الدات كي قوي العضلات من بينها عضلات الرحم كي قوي عضلات الرحم يعني كيعطي ديك السمك كي يساعد باش يكون السمك مناسب بطانة الرحم من أجل تعشيش البويضة ونغيراسها إذن نحن ندوزو للطريقة التحضير عندنا اللبان الذكر هنا ما غن نديروش في الماء مباشرة يعني غن نشد نصف أو القدر من الكمية دي الماء اللي عندي يعني هادك لتر ونصف غن نشد منه القدر وغن قدر منه يعني جزء منه غن نسخنه فوق النار حتي يغلى وعد ندير اللبان الذكر لأن اللبان الذكر إلي درنا في الماء بارد ما كي يطلقش المكونات اللي احنا الهدف منها هو يستفيد إذن غن نسخن الماء ونصبوا الماء الساخن على اللبان الذكر على جنب باش يطلق المكونات اللي بآغيين ها يستفيد من هالجيسم واضح، الباقي المكونات اللي هو القرنفل والصدر نديروهم في الماء بارد عادي يعني كي يتفاعلوا مع بارد عادي كي يتلقوا في الماء البارد لكن اللبان الذكر صعب صعب عنه يطلق في الماء البارد لازم يكون الماء ساخن ونضيفه عليه باش نحصله على منقوع اللوبان الذكر ومنها نستفاده من المكونات دياله دان هنا كيف كتشوفو راح خويت واحد القدر من الماء من القرعة غادي ندير فوق البوطة حتى يغلى ومبعد ما غلى كيف تشوفو هنا يا راح غلى عندي الماء له نجيب إناء ثاني او كأس غادي نخوي فيه اللوبان الذكر هديك ملعقة صغيرة ديال اللوبان الذكر مهم هاد المقادير الأخوات إخواني يعني احترموا المقادير لأن هذا الأعشاب كتكون مركزة الصراحة كتكون مركزة احترموا المقادير ما تزيدوا ما تقلوا مهم كيف شتو خويت اللوبان الذكر في الكأس ضفت عليه الماء المغلي وغادي نخليه نغطيه نخليه في هاد اللحظة هدي انا جهزت هاد الوصفة من على 12 اونس ديال النهار يعني غنخليه النهار كامل والليل كامل حتى غدا ان شاء الله ياك نبدأ استعمال الوصفة تعود يعني جاهز الاستعمال اذا لما نذكر حضرناه نغطيه نخليه على جنب ننساوه حتى الغط القرنفل وورق الصدر وورق الصدر سوف نديرهم في القرعة او قنينة ديال الماء الماء من الأفضل يكون ماء المطر والماء معديني للإشارة مهم كيف تشوفوا غادي نخوي هاد حبات القرنفل سبعة الحبات ديال القرنفل هناك نحاول نحيد نحاول نحيد تيكيته بشبالكم ولكن ما بغادي تحيد الى مكان الموس ولا مقاس مهم في الاخير را هنجح تحيدتها بالمقاس وهمنا عندي سبعة الحبات ديال الماء كيف تشوفوا غادي نضيف ايضا هاد سبع ورقات ديال السدر ونحرك مزيان القرعة ونصد عليها ونخلي حتى هي هاد نصف النهار كامل والليل كامل حتى الغد اياك نستعمل الوصفة ديالي وتصبح جاهزة للاستعمال من بعد هناك نشرح لكم يعني فين الصباح غادي نشد هادك المنقوع ديال اللوبان الذكر ونضيفه على القنينة اللي فيها القرنفل والسدر ونخلطهم ككل ونستعملهم وطريقة الاستعمال من بعد يعني ما يجهز لي هاد الوصفة تصبح جاهزة طريقة الاستعمال دائما كنقول لكم بعد انقضاء الدورة آخر يوم في الدورة غتستعملوا كاس صباحا كاس مليء صباحا تشربوه على الريق لمدة ما بين ثلاث حتى خمسة ايام ثلاث حتى الخمسة ايام كل يوم كاس كتشربوه على الريق وتزاولوا مهامكم اليومية بشكل طبيعي وحاولوا باش ما امكن يعني تشربوا كمية تزيدوا كمية من الماء يعني بلوس على المعتاد اللي كتتعدوا باش كيعاون حتى الماء كيعاون كينقي الدات وكيكون واحد للجسم كينقي من السموم كامل كيف قتلكم هاد الوصفة كتنقي من السموم بصفة يعني كل ترصبات ناتجة عن ياسر من الاغذية والادوية اللي كنوكله فهي وصفة رائعة الصراحة وكذلك كيف قتلكم للنساء الباحثة عن الحمل كيساعد عنه يهيى الرحم باش استقبل الجنين او استقبل بويضة مخصبة وكذلك كيقوي العضلات كينشط الدورة الدموية طارد للسموم حتى الناس اللي عندهم حساسية حساسية دي الخريف او حساسية البرد وكذا فهذا الوصفة هادي روعة الصراحة ايضا السعال زينف الكحة عندها الحقيقة ياسر 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 من الفوائد الجسم بصيفة عامة كيف تعرفوا القرنفل ايضا زينف مشاكل الهضم لوبانت ذكر ايضا زينف مشاكل الهضم السدر ورق السدر كيعطيوها طاقة اللي هي ايجابية سبحان الله يعني السدر ره مذكور في الاحاديث النبوية من بين الادوية او من بين الوصفات اللي يعني موروثة عن الاجداد هي ورق السدر وان شاء الله تلقوا اه تلقوا واحد نتيجة اللي مرضية ان شاء الله لكل من استعمال هاد الوصفة الهدف اللي هو اه باغي استعمالها اه فقط احترموا يعني المعايير اللي حطيت في الفيديو وطبقوها وان شاء الله يكون اه الخير على اثرها ان شاء الله اه اه الى هنا نتمنى ان شاء الله الفيديو هذا يلحقكم ويلقاكم في حوال طيبة ونتمنى اه ينال استحسانكم ولا تنسونا من دعكم والتشجيعاتكم لايكاتكم والنبيكم وبرتاج الفيديو وبرتاجوا الفيديو على اكبر النطاق للناس اللي اه محتاجة اه بحالة النوع من الوصفات وان شاء الله يكون خير وتكون معانا اه في الاجر ان شاء الله الى هنا نقولكم اه الى اللقاء الى فيديو قادم ونختم الفيديو نقول سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك اللهم واتوب اليك واشهد انك انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لك الى اللقاء الى فيديو قادم مع السلام واني بكم تحياتي وشكرا لكم على المتابعة